معنا الخبر الثاني الخطير جدا 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 وهذا الخبر أنا كنت عاوز أعمل عنه حلقة كاملة لكن لم يتيسر ليه جمع معلومات كبيرة ويتعلق بشخص من شمال إفريقيا لم يحدد الجنسية يعيش في فرنسا خرج من بيته وجد رسالة كتب عليها العرب في المحرقة و2024 وهذا الكلام يذكرنا بمقدمات النازية قبل حرق البشر يبدأ التحريض وحرق الكتب فكرين يا جماعة لما كنت بقول هذا الكلام اللي بيحصل الآن ضد المسلمين في غزة واللي بيحصل ضد المسلمين في السويد وفي أوروبا وفي دول العالم هذا كله تمهيد للمقتل الكبرى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافي المسلمين جميعا من هذا وأن يقتل كيد الكائدين تعالوا نشوف الفيديو شوفوا هنا الرجل كيف تعتقد أن تأخرين منكم طالع من البيته وفي السودان تنتظر ونحن نحن 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 تنتظر أرى أنه يكون محرقة أرى أنه يكون محرقة في المحرقة في المحرقة أرى أنه يكون محرقة للعرب هذا شيء خطير جدا جدا واليمين المتطرف خلونا نبعد طياراته الأخرى نكون منصفين شوية إن الحكومة وإنه كثير من الشعب ضد هذا الكلام لكن في طيار كبير يتنامى في هذه المجتمعات يريدوا أن يفعل ذلك الأسبوع اللي فات على فكرة تواصل معي شاب من أستراليا شاب من دول الخليج بالمناسبة وأيضا صور لي صورة من داخل الحافلة التي كان يركب فيها مكتوب أيضا أنه سوف نقتل العرب أو شيء من هذا في أستراليا على فكرة وفي أوروبا في ألمانيا كل يوم نلاقي مسجد مرسوم عليه علامات نازية وعلامات صليب وكذا وكذا واستحضار الحروب اللي هي الصليبية والقرون الوسطى وطبعا تفكرين مجزرة نيوزيلندا هذا اللي فعل هذه المجزرة كان يمجد هذه الأشياء فهذه الأشياء مخيفة جدا ويجب على كل مسلم أن ينتبه كل رجل وكل إمرأة وكل أسرة ويجب على الجالية الإسلامية التي تعيش في فرنسا أن تأخذ هذه الأشياء على محمل الجد وأن تتقدم بطلبات أو تفعل شيء أو لا تطالب يكون في ضجة عشان يخاف هؤلاء أصل لما تكتب هذه الأشياء وتمر وتكتب على المساجد ويحرق مسجد ويعتدى على مسجد ويعتدى على محجبة وكذا وما في حد يتحرك بينما في الطرف الآخر احتجاجات في ألمانيا ضد الإسلام يعني هكذا ضد الإسلام هم يقول ضد الإسلاميين ضد الإسلام واحتجاجات في فرنسا وإجراءات حكومية دون ردة فعل من الجالية الإسلامية هناك هذا خطر جدا والله هذا تنبيه هذا يعني زي ما بيقوله كده إيه يعني البداية البداية هذه بداية كل شيء كل حاجة النار يا جماعة بتيجي من الشرارة شرارة بسيطة تنتقل من مكان تذهب إلى غابة تحرق كل الغابة الغابة دي كانت خضراء وكانت جميلة من دقائق معدودة شوية شرار راحوا إلى هذه الغابة أحرقوها هذا هو الشرر هذا هو الشرر اللي احنا بنشوفه ده هو الشرارة اللي بتمهد لمثل هذه الحرارة الكبرى وإحنا فكرين سنة 2021 كان في محاولة انقلاب على ماكرون فكرين هذه المحاولة حوالي 100 عسكري فرنسي متقاعد لما كتبوا خطاب لمكرون بضرورة إصلاح الأمور وإلا وإلا كانوا بعثين رسالة للرئيس وكذا والحكومة وللبرلمانيين إذا لم تصلحوا عارفين إيه كانت طلبتهم؟ طلبتهم القضاء على الإسلام طلبتهم أنه إحنا بلادنا صار فيها مسلمين كثر خلي بالكم إذن العدو الأول لهؤلاء هو الإسلام والمسلمين والخطاب على فكرة اللي باستغرب له إيه بقى جماعة؟ أن الخطاب ما زال موجودا على موقع هؤلاء زي ما تشايفين نفس الكلامه الخطاب اللي منقول في الصحيفة هذه وإنه الموقع ده الدومين بتاعه .fr دوت إف آر ده أنت لا تستطيع أنت لو أنت مسلم تؤيد مجموعات إسلامية معينة مصنفة إرهابية لا تستطيع أن تحجز دومين باسم دولة زي فرنسا أو إيطاليا أو ألمانيا أو أي دولة حتى عربية على طول الشركة التي تشغل هذا الدومين ستقوم بإيقاف هذا الموقع بينما هؤلاء اللي هم بيطالبوا بإبادة المسلمين لديهم موقع ودومين من فرنسا من داخل فرنسا يعني هذا الدومين بدون موافقة الحكومة الفرنسية لا تستطيع أن تحصل عليه حتى لو حصلت عليه يعني ممكن تحصل عليه بعض المواقع تعطيك دومينات .fr أنت بعد كده الحكومة تستطيع أن تسحب هذا الدومين وتطلب من الشركة المشغلة سحب هذا الدومين فدول موجودين وأنا عملت حلقة مع الأخ رضوان أحمد زي ما أنتم شايفين بتاريخ شوف يا جماعة 1.521 يعني بقلنا بالضبط كده ثلاث سنوات سبحان الله طارو يعني عدوا بسرعة شديدة جدا جدا عملنا حلقة سابقة انقلاب عسكري وتفكك ماذا يحدث في فرنسا وماذا يريدون من المسلمين إيه اللي هم عوزينه من المسلمين تابعوا هذه الحلقة الحلقة دي خطيرة جدا تتحدث عن هذا البيان وكان في محاولة انقلاب أيضا في فرنسا كل هذه المحاولات لماذا من أجل إعطاء الحقوق للمسلمين من أجل رفع العنصرية وهذا الأمر لا عشان هؤلاء عشان هذه العبارات هم دول اللي عاوزين ينقلبوا اللي كتبين هذه العبارات يا جماعة على بيت المهاجر اللي من شمال إفريقيا هم دول اللي عاوزين يعملوا الانقلاب وأول طلبتهم القضاء على التجمعات الإسلامية بأي طريقة طبعا ممكن واحد يقول لك والله هم مش عاوزين هم عاوزين ترودوا المسلمين طب إذا ما مشيوش يعملوا إيه الإبادة القتل دول العسكريين ولذلك ضروري جدا أنه كل واحد يفهم جيدا أنه هذه مقدمات لأحداث كبرى في الغرب إذا لا قدر الله انفلتت الأوضاع فهؤلاء هم لا يكونوا في الشوارع ومعهم سلاح وعلى فكرة لهم فيديوهات هم بيتدربوا أنا عرضتها بلكده لهم تدريبات ويتدربون وينشرون فيديوهات التدريب ها ينشرون هذه الفيديوهات الشوارع وفي كل مكان فانتبهوا يا أخواني أنا مش بقول كده عشان أخوف الناس فقط أنا بقول كده عشان الناس يتحرك أين الجالية الإسلامية فين الاحتجاجات فين التحركات لازم يكون في تحركات حقيقية كبيرة انتوا عارفين لو واحد مسلم عمل نفس الحركة دي هيحصل إيه في أوروبا أي واحد مسلم يعمل نفس الحركة دي يكتب كده نفس العبارات ولكن يستبدل العرب بالأوروبيين أو كده هتحصل أزمة كبيرة وضجة وتوك شو واستضافت فلان والمحلل الفلاني وكده فأنا أنصح الجميع إخوانا وأخواتنا في فرنسا خاصة وفي أوروبا عامة أن حرق الكتب هي تمهيد لحرق الإنسان وحرق المصحف الشريف هو تمهيد لحرق المسلمين اللي بيحصل في غزة من دعم من الدول الغربية لهذه المجازر أيضا هو تمهيد لأمر كبير ضد المسلمين في أوروبا يعني اللي بيحصل في غزة ده بروفا يا جماعة وزي ما سوغوا قتل المسلمين في غزة نفس الكلام هيسوغوا في مناطق أخرى سأبدأ بفتح الاتصال ومن أراد المشاركة إن شاء الله المشاركة عامة الجميع سواء كان في موضوع في الحلقة موضوع فرنسا هذا أنا إن شاء الله يعني دي بس يعني إيه مقبلات يعني أنا بعطيكم المفاتيح كل واحد يبحث كل واحد يدور كل واحد يحلل لا أقول أن تحليلي هذا هو الصحيح 100% لكن من وقاع التاريخ نرى أن مثل هذه الأحداث تسبق أحداث كبرى وأشياء مخيفة وانتشار مثل هذه الأفكار وكتابتها يعني هذا الشخص اللي كتب معلش يا جماعة على ما يجينا الاتصالات هذا الشخص اللي كتب هذه الأشياء أخذ أدئية عشان يكتبها يعني هو لما يكتب هذا الكلام سوان هذا سي 2024 هذا سي لا فرنس سي 2024 هذا سي لا جيست راسيس سا اللي كتب هذه الأشياء أخذ أدئية عشان يكتبها وأين كاميرات المراقبة وأين هذه الأمور طيب معنا أول اتصال أول اتصال يلا معنا ترجمة نانسي قنقر